اشتركوا في القناة اصحح 14 وعدد 14 لما خرج يسوع أبصر جمعا كثيرا فتحنن عليهم وشفى مرضاه ولما صار المساء تقدم إليه تلاميذه قائلين الموضع خلاء والوقت قد مضى اصرف الجموع لكي يمضوا إلى القرى وابتاعوا لهم خبزا طعاما فقال لهم يسوع لا حاجة لهم أن يمضوا أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا له ليس عندنا هنا إلا خمسة أرغفة وسمكتين فقال ائتوني بها إلى هنا فأمر الجموع أن يتكوا على العشب ثم أخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وباركة وكسرة وأعطى الأرغفة للتلاميذ والتلاميذ للجموع فأكل الجميع وشبعوا ثم رفعوا ما فضل من الكسر إسنت عشر قفة مملوئة والآكلون كانوا نحو خمسة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد والمجدر لله دائما أبديا أمين كنت ابتدت من كذا أسبوع أتأمل وياكم في صلوات قصيرة بنصليها في الأداس الإلهي وهي مأخوذة من صلوات القدس الغريغوري والصلوات القصيرة دهية فيها جزء عام لكل حياة الكنيسة وفيها جزء خاص بيخاطب قطاع قطاع من شعب الكنيسة بتبتدي الصلوات دهية بالعبارة نعم نسألك أيها المسيح إلهنا سبت أساس الكنيسة وحدانية القلب فلتتأصل فينا لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى الرعاء اضبطهم والذين يرعونهم سبتهم دي كلها طلبات عامة شرحناها وابتدينا في شرح والتأمل في الطلبات الخاصة خاصة يعني بتخص قطاع من الشعب من المؤمنين أول طلبة كانت أعطي بهاء للإكليروس والإكليروس المقصود بيها الأباء الأسافة الأباء الكهنة الشمامسة أعطي بهاء للإكليروس ده قطاع الأول قطاع الثاني نسكا للرهبان والراهبات قطاع الرهبان والراهبات القطاع الثالث صلاحا حياة طهارة للذين في البتولية وطهارة للذين في البتولية قلنا ده قطاع الشباب والشبات اللي هما ما قبل سن الزواج واللي بعدها حياة صالحة للذين في الزيجة ده قطاع الأسرة الأسر والمتزوجين بعد كده رحمة للتائبين أمننا فيها والنهاردة هنتأمل في قطاع رابع وهو قطاع صلاحا للأغنياء كنيسة بتصلي صلاحا للأغنياء وفي المرات الجاية هيبقى فيه وداعة للفضلاء معونة للمساكين بنتكلم النهاردة عن صلاحا للأغنياء طبعا موضوع الفلوس وموضوع الغنى وموضوع الفقر من الموضوعات اللي بتشغل حياة الإنسان جدا مش حياة الإنسان بس وحياة الدول الجزء اللي أنا قريته النهاردة عبارة عن جموع متجمعة بيسمعوا كلمة الله ثم امتد بهم الأعدى فابتدوا يحتاجوا طعام فالمسيح قال لهم قدموا لهم أكل كلام ده كان في مناطق شبه صحرة فقلوا له ما عندناش غير خمسة أرغفة وسمكتين يظهر كانت دي وجبة موجودة ويطفل أو غلام من الحاضرين خدوها والتلاميذ خدوها وأدموها السيد المسيح فباركها بارك هذا القليل فصار كثيراً وابتدوا الناس يعدوا بمجموعات ويتوزع عليهم هذا الطعام اللي من خمسة أرغفة وسمكتين وكانت النتيجة أن الجميع أكلوا وشبعوا مش كده وبس وفضل عنهم إتناشر قفة من الكسر كان سمك وعيش وعلى الأرض وخدوا بنظام من الخمسة أرغفة والسمكتين وكانت هذه معجزة البركة أو معجزة الشبع الغنى المقصود به أساساً هو البركة يعني الولد الصغير اللي قدم الخمس خفزاته السمكتين كان إنساناً غنياً الرمل اللي في إيده ده أولي لكن عندما تبارك صار كثيراً بنقرأ في الكتاب المقدس عن المرأة صاحبة الفلسين كان زمان العملة معدن وسندوق العطى معدن فكان لما العملة الصغيرة لأي دائرتها صغيرة والعملة الكبيرة تلاقي دائرتها كبيرة ما كانش فيه فلوس ورق زمان فكان يمسك الشخص كانوا عاملينها هواية لما يجي الواحد يحط في الصندوق يقوم والعملة نزلة تعمل صوت إن كانت صغيرة تعمل صوت صغير وإن كانت كبيرة ترن فكان فيه ناس هوايتهم يعودوا ويقولوا إيه؟ ده حط كتير ده حط قليل ده محطش ده حط كده فصحبتنا بتاعة الفلسين ودي عملة بسيطة جداً يكاد يكون ما لها الصوت ولكن عندما وضعتهم لأنها من إعوازها قدمت يقول لنا الكتاب في الوقت ده قال كده إن أنظروا كيف أعطت كيف قدمت كلمة غنى أو أغنياء أحياناً ترتبط في ذهننا بالمال ولكن عايزك تعرف إن فيه أنواع من الغنى أخرى فمثلاً عندنا إنسان غني بالحب عنده طاقة حب ده واحد غني وعلى رأي بولوس الرسول يقول إن كنت أتكلم بألسلة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاساً يطن أو سنجاً يرن صرت لا شيء واحد غني بالحب وفيه واحد تاني غني بالعطاء حتى لو كان اللي عنده قليل لكن عنده الروح نفسه الروح العطاء يقول لنا كده على المرأة صاحبة الفلسين الحق أقول لكم إن هذه الأرمالة الفقيرة ألقت أكثر من الجميع لأن هؤلاء من فضلتهم ألقوا في قرابين الله أما هذه فمن أعوزها من أعوزها من الحاجة اللي هي محتاجة قدمت وفيه واحد تاني غني بالإيمان إيمانه قوي زي ما كانوا الكرال دلوقتي بيتكلموا والكنيسة كنستي البطية القوية والتاريخ بتاعها والشهداء اللي قدمتهم واحد غني بالإيمان ويقول لنا كده أما اختار الله فقراء العالم أغنياء في الإيمان وورصة للملكوت وهنروح بعيد ليه ولدنا اللي سوشهده في ليبيا من كذا سنة وكانت على مرأة من الجميع كانوا أغنياء في الإيمان برغم إنهم من أسر محدودة خالص وفيه واحد غني بكلمة ربنا تلاقي الوصية في لسانه وفي حياته بالسمرار واحد غني مش غني بالمعرفة غني بالوصية عايش الوصية وفيه واحد غني بالستر والستر ده غناء عظيم على رأي الأجداد يقول لك أهم حاجة يابني الستر والصح الستر والصح ده بيفكرني كمان بالعبارة المشهورة على القديس الأنبى برام صديق الفقراء يمكن تكونوا سمعتوها في الفيلم بتاعه يقول لحزنة ولا عزنة لحزنة إن الحيازة عند الإنسان ويفتخر بيها والغنى بالفلوس ولا عزنة ما عزناش حاجة فالله بيسترها على الإنسان لكن لازم نعرف إن في التاريخ الكتابي وفي التاريخ المسيحي كان يوجد أغنياء كثيرين وكانوا قدسين يعني مش القدسة مرتبطة بالفقر لا ده فيه أغنياء قدسين إبراهيم أبو الأباء كان غنياً ورّس ابنه إسحاء وإسحاء ورّس ابنه يعقوب يوسف الصديق ثم أبناء يوسف الرامي كان من الأغنياء كسيرين كسيرين في التاريخ المسيحي الأنبى أنتونيوس أب جميع الرهبان لعي اسمه كنستكم كان غنية أسرته كانت تمتلك تلق تلتميت فدان من أجود الأراضي الزراعية كلام ده طبعاً في القرن الثالث والرابع الميلادي أنبى أرسنيوس معلم أولاد الملوك ماكسيموس ودومديوس من الأغنياء الملكة أنا سيمون إحدى القديسات السائحات الملكة هيلانة الملك زينون المعلم إبراهيم الجهري ده دي مجرد عينات كده وأسماء بذكرها قدامكم قديس أغسسينوس لها عبارة جميلة أولاً بيقول ليس الشر في أن يكون لديك ممتلكات بل في أن الممتلكات تمتلكك هي اللي تتحكم فيك ولما نيجي نصلي ونقول صلاحاً للأغنياء كلمة صلاحاً دهيت اللي هي ممكن نسميها باللغة الحديثة التدبير الحسن التدبير الحسن لازم نعرف كلنا المبدأ الذي قدمه الكتاب المقدس وقال كده محبة المال أصل لكل الشرور بس خدوا بالكم محبة المال مش المال المال ده نعمة من عند ربنا يا ربي تكون النعمة دي عند كل الناس لكن هي نعمة لكن محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وتعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة ده القديس بولوس الرسول وضع لنا المبدأ ده لكن كلمة صلاحاً للأغنياء الصلاح صفة من صفات الله لما راح الشاب الغني للمسيح وقال له كده أيها المعلم الصالح فالمسيح رد عليه وقال له ليس صالحاً إلا واحد هو الله فتصور بناخد صفة إلهية وبنوصف بيها تلبط الأغنياء صلاحاً للأغنياء يعني إيه صلاح أحكي لك معنى كلمة صلاح في الحروف بتاعتها حرف الصاد معناها الصدق إنسان صادق السالك بالكمال يخلص والملتوي فيه طريقين يسقط فيه أحدهما بسفر الأمثال بيقول لنا كده صادق يعني إنسان مستقيم بيقولوا كده الرجل يتربط من لسانه لما يقول كلمة على رقابته وده طبعاً الصلاح أو الصدق ده لكل إنسان مش للأغنياء بس بس أحياني الإنسان ما يكونش مستقيم ما يكونش صادق ويا الكل لكن هذا الصلاح اللي بنتكلم عليه للأغنياء أن يكون إنساناً صادقاً ولا يكسب ماله بطرق ملتوية عشان كده يبقى فيها بركة يبقى فيها بركة لأنه كان مستقيماً في التجارة بتاعته في الصناعة بتاعته في العمل بتاعه في المشروع بتاعه أي عمل بيقوم به صدق حرف اللام مقصود به اللين اللين يعني الرحمة الرحمة يعني إنسان ما هوش صاحب قلب قاسي ما تنسوش يا إخوتي الأحباء أن الله قال لنا لا يستطيع أحد أن يعبد سيدين إما الله وإما المال يعني المال اتحط في مكان كأنه إله وهو بالحقيقة صنم فالإنسان كلمة صلاح يعني إنسان قلبه رحيم والقلب الرحيم ده هو قلب لا يعرف الغلزة وهذا القلب ممتلئ رحمة وحنانا ويمكن كلكم فاكرين المثل اللي أقدمه المسيح عن الغني هو العازر الغني كان يسكن قصرا عظيما ولا عازر قاعد من زك أنه إنسان فقير شحات قاعد على باب الأصر ولم يجد إنسان يسنده فكانت الكلاب تأتي وتلحس جروحه منظر صعب جدا مش لاقي حد يجيب له دوة ولا يجيب له مرعم ولا يطبطب عليه حد رغم أنه أمامه قصر كبير وساكن فيه العازر وكانت النتيجة ساكن فيه الغني كانت النتيجة أنه لما تبدل الحال وراحوا لهم الاتنين السماء كان الغني في مكان وكان يشتهي أن يأتي أي إنسان حتى لو كان هذا الفقير اللي أهمله وييجي هي برد بطرفه أصبعه لسان هذا الإنسان الذي يتألم لين شخص لين خد بالك إن المال أحد أعراضه اللي بيعملها في الإنسان ينشي في القلب خد بالك لشان كده قال محبة المال أصل لكل الشرور الحرف التالت حرف الألف معناها الاكتفاء الاكتفاء في واحد ربنا يحفظكم بيعيش في الطمع في الجشع إحنا مثلا في أزمة اقتصادية الأزمة دي في العالم كل موجودة في كل العالم وإحنا متأثرين بيها قوي خالص والأسعار بتاع جدا والأسعار اللي بتاع ده هي تمأسرها على كل بيت وحنفق حديثكم الشخصية لما بتعودوا ببعض ويبقى نقول ده كيلو الكذا بقى بقد إيه وكيلو السكر بقى بإيه وكيلو البصل بقى بإيه وبقت الحديث بالشكل جزء من هذه الأزمة جشع بعض الناس وأنانية بعض الناس كلكم تعرفوا في الحرب العالمية التانية أيام تشيرشل في الحرب العالمية التانية كانت السوق في بريطانيا لا يوجد فيها أي بروتين حيواني غير البيض فكانوا بيدوا 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 وحدة للأسرة كل أسبوع طبعا أنا بحكي حكاية حصلت ما بقولش إن ده اللي يبقى قدامنا لكن عشان نعرف التاريخ فيه إيه وطبعا البيضة الوحدة دي هتعمل إيه فاخترعوا قطعت البيض عارفين قطعت البيض تعمله كده سلايز عشان تباني البيضة إنها ثم تحطها في الطبق كده تلاقي دايرة بيدة وجواها دايرة صفرة واحدة واثنين وثلاثة وعشرة من بيدة واحدة عشان تكفي الأسرة آه فأيام الأزمات فيه أزمات تحصل وأيام الأزمات لازم الإنسان يواجهها ويواجهها بالإيه بالتدبير الحسن بالتدبير فهنا كلمة الاكتفاء حاجة مهمة جدا إن الإنسان يكون مكتفي جواه ما فيش في حياته الجشع ولا الأنانية ولا الانفراضية ولا يلا نفسي خالص في ذات يوم جلس الملك هيرودس وقالوا عليه يا دا صوت إله من صوت إنسان اسمع الإنجيل بيقول عليه إيه في يوم معين لبس هيرودس الحلة الملكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم فصرخ الشعب هذا صوت إله لا صوت إنسان تجبر ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله فصار يأكله الدود ومات عشان كده الاكتفائية مهمة جدا في معنى صلاحا للأغنياء الحرف الأخير حرف الح وهو يعني الحكمة حكمة التصرف يحن زهبي الفم بيقول برضو عبارة من عباراته الزهبية يقول كده ليس هناك أي خطيئة في كونك غنيا ولكن أن تكون غنيا بدون عقل زهبي الفم في القرن الرابع الميلادي ليس هناك أي خطيئة أن تكون غنيا ياريت كل الناس بأغنياء لكن هي طبيعة الحياة طبيعة الحياة كده في درجات متفاوتة ليس هناك أي خطيئة في كون الغنيا ولكن أن تكون غنيا ولكن الخطيئة أن تكون غنيا بدون عقل عارفين زي الغني الغبي الغني الغبي ربنا فتحها عليه بس الكتاب يوصفه غبي بدون عقل يقول لنا كده بعد ما ربنا فتحها عليه وعطاله نتاج كتير وصروات كتيرة قال أحسن حاجة أن أنا أهد مخازني وأبني مخازن أعظم منها طب في المخازن العظيمة دي هتعمل إيه هتقبل نفسك هتعيش بين نفسك طبعا في ناس محتاجة طبعا في ناس تعوز أنك توقف جنبها يقول لنا الكتاب إيه إنه كانت النتيجة أن يا غبي اليوم تأخذ نفسك منك تنتي حياتك هد المخازن يا عم ويملي مخازن كبير هتستفيد إيه قديس غيرغوريوس النزيانزي بلد اسمها نزيانزا القديس غيرغوريوس برضو قال عبارة من عباراته الجميلة الصروة ليست شرا ولكن هي شرا إذا استخدمت بشكل طمعي وجشعي يعني بالطمع والجشع ودي نقطة مهمة جدا في معنى كلمة صلاحا للأغنياء يعني أنا لو حبيت كده أعمل لك مقارنة صغيرة قوي في ذهنك ما بين الغاني الغبي اللي قال كلي يا نفسي واشربي عندك خيرات كثيرة لسنين عديدة وبين الطفل اللي قدم الخمس خبزات والسمكتين خطهم كده قدامك وتخيلهم بزهنك الرجل الغني ده عنده مال كتير بركة وجامع كتير وجاله صروة كبيرة حلو خالص لكن فكر لنفسه بس وكانت النتيجة أنه أخذ لعنة طب الطفل الصغير الطفل الصغير كان ويا أكل على قده وبرغم كده الأكل على ده قدمه أعطاه وفكر في الآخرين في الجموع اللي موجودة اللي بدون طعام وكانت النتيجة أنه أخذ بركة وده فرق كبير قوي بين الحالتين دول علشان كده تعالوا نحط مش إحنا اللي هنحط الخطة دي لكن القديس بولوس الرسول حط لنا خطة رائعة تحت عنوان صلاحا للأغنياء قال كده في رسالة تميساوس الأولى في الإصحاح السادس وهو بيتكلم عن الأغنياء إزاي القديس دي ميساوس يتعامل وياه اسمعوا الفقرة دي وياي اغصي الأغنياء في الظهر الحاضر ألا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى حكتين هم اغصي الأغنياء إنه ما يعملوش الحكتين دول لا يستكبروا لأن قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط التشامخ الروح ومش عشان ربنا أعطالك إرشين تنسى اللي حواليك وتنسى أسرتك وتنسى قريبك وعلاقتك مع أخوتك تتوتر آه قال لا يستكبروا نمر واحد نمر اتنين لا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى اوعى ترمي رجاءك على الإرشين اللي وياك يعني ربنا يحفظ بلادنا ويحفظكم جميعا اللي حصل في السودان إيه ما هي بلد جنبنا مش كده البيوت اتنهبت خالص وراحت وحاجات كتيرة بهذه الصورة وبلاد كتيرة بيحصل فيها كده وفي الحروب اللي بنسمع عنها عشان كده لا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى الرجاء على ربنا بس الشيء الوحيد الشخص الوحيد السابق هو إيمانك بالله عشان كده ما تفتكرش إن غناك هو سندك ممكن يضيع في لحظة يقول لنا كده في سفر الجامعة من يحب الفضة لا يشبع من الفضة ومن يحب الصروة لا يشبع لا يشبع من دخل هذا أيضا باطل وهنروح بعيد ليه فيه الآية اللي كلنا حفظينها ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه نفسك أهم من قرشك نفسك أهم من قرشك وانخسرت نفسك طب إيه اللي هيحصل بقى تستفيد إيه فهنا حطوا قدامك الحاجتين دور ما تعملهمش لا تستكبر ولا تلقي رجائك على مالك طيب دي أول حاجة حاجة تانية بيقول بقى ده القديس بولوس بيقول لنا بيوصي تلميز وتلميساوز لا يلقي رجائهم على غير يقنية الغنى بل على الله الحية الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتر طب ويعملوا إيه بقى يعملوا أربع حاجات أول حاجتين ما يعملهمش الأربع بقى اللي يعملوه أن يصنعوا صلاحا اتنين أن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة وأن يكونوا أسخياء تلاتة أسخياء في العطاء في إنسان سخي وأربعة كرماء في التوزيع تعال اشرحهم وياك الغنى في حاجتين ما تعملهمش الأربع حاجات اللي تعملهم أول حاجة يصنعوا صلاحا خلي ماهلك ده يصنع صلاح أو عا تستخدمه في حاجة وحشة كلمة وحشة دي كلمة كبيرة لا وحشة على المستوى الصغير ولا وحشة على المستوى الكبير استخدم مالك في عمل الصلاح تاني حاجة تاني حاجة اعملها أن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة يعني مثلا أنت لما بتحب تقدم من مالك بتقدم لإخوة الرب وده شيء حلو خالص بتقدم لمشروع زي مشروعات الكنيسة شيء كويس خالص ولكن لازم يتسع زهنك لحاجات كتيرة في الكنيسة موجودة لازم تاخد بالك منها أديكم مثال يعني مثلا في قنوات تليفجين احنا موجودة القنوات الفضائية المسيحية دهية في قناة منهم اسمها قناة كوجي دي للأطفال دي قناة بتساهم في تربية الأطفال معظمكم يكون شافها طبعا أولادكم أو أحفادكم قعدوا قدام قناة زي القناة دهية بتجيب دخل منين هل انت فكرت في يوم تقدم تبرعك من أجل عمل القناة دي علشان خدمة أطفال على مستوى مصر ومستوى العالم كله هل فكرت في كده ما هو ده مجال مجال مهم جدا يمكن ربنا يحرك قلبك في هذا المجال ده كأنك بتتبرع لفصل مدارس أحد ده ده مجال مجال تاني من مجالات الأعمال الصالحة اللي ممكن تعملها عندنا كليات إكلريكية كليات لهوتية معاهد تعليمية في الكنيسة المعاهد ده هي صح بيتعمل لها الرسوم لكن الرسوم دي ما تغطيش مصارفها هل فكرت إنك تساعد الإكلريكية في أي مكان تساعد معهد تعليمي كناسي هل فكرت إنك تساعد في نشر بعض الكتب أو الأبحاث اللي ممكن تتقدم ما دي عمال صالح طيب هل فكرت إنك تتبنى إنه واحد يروح بعثة نبعثه بعثة برة والبعثة دي عايز على قل بوكت ماني على قل السفر بتاعه على قل المعيشة بتاعته هل فكرت إنك تساعد في هذه البعثات فهو بيروح وبيتعلم وبيرجع يفيد هل فكرت في حاجة زي كده وصع الرؤية وصع الرؤية ودي زي ما بيقول لنا بولوس الرسول أن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة والأعمال الصالحة لا تنتهي عندنا مشروع اسم مشروع بنت المالك مثلا ده في بعض الأماكن الضعيفة البنات ما بتعرفش تتزوج لأن ما عندهمش أي دخل فابتدين أن نفتح لهم ضفاتر توفير صغيرة والضفتر التوفير ده نحوش فيه شوية بشوية لكل من لغاية ما يجي سن زواجها يقوم يبقى مناسب خالص وياها مبلغ تقدر تبتدي بيتها فكرة وهكذا أفكار كثيرة جدا 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 أحبك أنك تحطها قدامك وإنت بتصنع أعمال صالحة يقول كده أن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة نمرة ثلاثة يقولك أن يكونوا أسخياء في العطاء أسخياء في العطاء يعني وإنت بتستخدم مالك صلاحة للأغنياء تكون إنسان سخي وهذا السخاء يعود بنعم كبير عليه أنا فاكر واحد من الأباء الأسقفة أو المطار من اللي راحوا السماء كان بيقدم في إبرشيته العشور عشور الكنيس كلها يقدمها لخدمات متعددة في أماكن كتيرة في مصر وبعدين لقى لما عمل الفكرة دي لقى إن ربنا بارك العطاء عنده فقال طيب ما خليها 20% ما لاش 10% وابتدى يعمل كده دي كلها أفكار بتبين كيف يكون الإنسان سخي عندما تكون أنت سخيا الله سيكون سخي معك أيضا مش بس في المال ولكن في أشياء كثيرة خالص ونمر أربعة يعملها الإنسان كرماء في التوزيع كرماء إنسان كريم وده لفظ كريم لفظ كميل يعني يكون كريم في التوزيع الأفكار دي كلها أمام الإنسان تشملها كلمة صلاحا للأغنياء يعمل الأربعة دور يصنع صلاحا يعمل أعمال صالحة يكون سخي في العطاء ويكون كريم في التوزيع وكل ما أنا فاكر مرة إن في خدمة من الخدمات كنت لسه بدأ الخدمة جي حد يسأل على حاجة فقلت له ما فيش فجي أب كاهن كده مبارك كبير يعني كنا ابن التلمس على قدي فقال لي ما تقولش كلمة ما فيش لأنك لو قلت ما فيش هيبقى ما فيش تقول طب تعال بكرة ويمكن الحاجة دي تكون موجودة أو الحاجة دي هتجينا مثلا بعد يومين كده لكن ما تقولش كلمة ما فيش تعالي صغير خالص آخر حاجة هنا وده نظرية بولوس الرسول لقدمهن في صلاحا للأغنياء حاجتين ما يعملهمش أربع حاجات يعملهم وبعدين يحطوا قدامه هدفين مهمين قال كده مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل يعني هو بيشتغل النهاردة بيقدم النهاردة بيعمل النهاردة مدبر صالح فيما في يده بيحط أساس صالح للمستقبل والحاجة التالتة لكي الحاجة التانية لكي يمسكه بالحياة الأبادية فيه آية حلوة من الآيات الجميلة في المزمور اتنين واحد واربعين يقول كده طوبة لمن يتعطف على المسكين في يوم الشر ينجيه الرب آية من الآيات الجميلة قوي وممكن تتأمل فيها طوبة لمن يتعطف على المسكين والمسكين ده بقى أشكال وألواه خالص يعني حتى لما بنشترك في المبادرات اللي بتتم وزي ما قلت لكم في أول الكلام في حياة كريمة وانت بتقدم انت طوبة لمن يتعطف على المسكين في يوم الشر ينجيه الرب وإقرأ بقيت المزمور هتلاقيه جميل خالص في معانيه فنمرأ فنمرأ واحد اتدخر أساسا للمستقبل والحقيقة يوحن زهبي الفم له عبارة جميلة قوي من ثلاث كلمات قال كده الفقراء حراس الملكوت الفقراء حراس الملكوت طبعا كلمة فقراء هنا مش معناه واحد واقف في حتة وبيقول لله كلمة الفقراء دي كلمة واسعة جدا الإنسان اللي مش عارف يتعلم ابنه وده يعتبر فقير إنسان اللي مش عارف يتعالج ده يعتبر فقير وهكذا وآخر حاجة هنا يقولك لكي يمسكوا بالحياة الأبدية يعني أنت أيها الغني لكي ما يكون عملك صالحا انظر دائما إلى الحياة الأبدية امسك في الحياة الأبدية ويقول كده الرجل الأمين كثير البركات والمستعجل إلى الغنى لا يبرأ الرجل الأمين كثير البركات خلي قدامك دايما نصيبك في السماء خلي حياتك دي كلها تنظر إلى الله الله أعطاك نعم فكن مدبرا حسنا في ما أعطاها الله ليك اخدم به عيش به فرح آخرين بيك ودايما الفرح يأتي الإنسان عندما يعطي وليس عندما يأخذ الإنسان الذي يعطي يستطيع أن يفرح ويفرح آخرين معه الجزء ده جزء جميل خالص اللي قاله هن بولوس الرسول في رسالة رسالته البولة لتي ميساوس إصحح ستة من عدد سبعتاشر لتسعتاشر اللي هو كيف نتعامل مع الغنى حكتين ما عملهمش أربع حاجات أعملهم واثنين أحطهم قدامي يعني ممكن نسمعك كده كأنها خطة اتنين أربعة اتنين اتنين ما عملهمش وأربعة عملهم واثنين أحطهم قدامي وأمسك فيهم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد موسيقى